إيه علاقتك من كابتن شاوئي لأنه علاقتك واضحة أنها علاقة احترام وتبادل ثقة ثقة ما بينك وما بين الكابتن شاوئي لأنه الحياة في أي مكان بيروح كابتن شاوئي بياخد وقال في الرياضة وغالباً محمد شاوئي بسي ممكن محمد هو اللي راح المنتخب الأول سنتكلم عنها طيب يعني هي بص كابتن شاوئي علاقته بي بدأت لأنه هو كان مدربي في منتخب الشباب شباب مضبوط وانت طبعاً تدركت في المنتخبات يا كابتن إسلام وعارف أن منتخب الشباب تحديداً أو الناشئين انت بتبني علاقة مع المدير الفني بتبقى علاقة مختلفة خالص عن علاقة مدرب ولاعب حتى اللعيبة يعني صداقات حياتك بتبقى بتكون في المرحلة دي في مرحلة الشباب هتلاقي كل صحابك اللي فضلوا معاك هم دول اللي من منتخب الشباب فكابتن شاوئي كان مدربنا في منتخب الشباب بمناسبة دي كبان قبل ما تكمل انت مثلاً في انتخابات مجلس دارة الهل الأهلي الأخيرة كنت شايفك واقف مع حسام غالي وانزلت واقف مع مجلس لكن واقف مع حسام طبعاً وتصورت مع متعب يعني حد طلع معاك بالضبط حد طلع معاك من ساعة ما بدأت بكورة في الناد الأهلي فطبيعي جداً انت لما بتشوف انه هو في موقف بيحتاج مساعدة وبيحتاج دعم من غير من غير أي حاجة يعني حسام حيون يرزق ممكن يسأل أنا اللي كنت بكلمه وقوله شوف انت محتاج انا اعمل ايه عشان اعمله ومش حسام بس حسام واي حد في منصب عايز دعم او منصب يحتاج لأصوات او منصب يحتاج لوقوف والتفاف حواليها اللي هيلي موجود اه طبعاً فعلاقتي بكابتن شاوئي زي ما بقولك هو مدربي في منتخب الشباب زائد كمان ان في جزء كابتن شاوئي كان بيتكلم فيه زمان من وانا بلعب بيقول انه هو ان انا بفكره بيه في الملعب بكابتن شاوئي اه اوكي حتى افتكر موقف من الموقف ان انا كنت طالب رقم عشرة وانا في منتخب الشباب وقال لي لا مش هتلبس عشرة ودي كده غريبة بالنسبة لي ان انا مدربي يقول لي بمسيش هتلبس عشرة وانا في الناد الاهلي كنت لبس عشرة فقلت له ليه كابتن شاوئي قال لي انت تلبس ثمانية زي اه فاكتشفت كابتن شاوئي كان بلبس ثمانية فانا يعني ماشي على نفسه فلبس ثمانية وفضلت في منتخب الشباب كل بلبس ثمانية ولعبت كاس العالم وان لابس ثمانية وكان رقم من الارقام المحببة جداً الى قلب يعني فقابتن شاوئي علاقة مستمرة كبيرة جداً 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 فاتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان هي علاقة تستمر وحتى لو حصل انفصال فني وده سنة الحياة ممكن في اي وقت وهو بيسعى لده كمان ان هو يخليني يبقى مدير فني في وقت قريب انما العلاقة الانسانية والعلاقة اللي انت بتكن بفضل انا بكن بفضل كبير لربنا سبحانه وتعالى طبعاً والكابتن شاوئي غريب في مسيرتي ليه علاقة بالكرة بما اننا بنتكلم عن المسيرة والكابتن شاوئي المنتخب الأولمبي ودور مهم جداً في الأولمبيات الأخيرة الحقيقة يعني ان انت تصل الى دور التمانية وتعمل الشغل اللي تعمل وتتغلب من البرازيلي اللي خدت البطولة او خدت الميدالية في اخر البطولة اعتقد ان ده شيء جيد جداً على رغم ان كان هناك بعض الانتقادات في الوقت ده لكن بعد البطولة كل عرف قيمة الجهاز والله بص واحنا عملنا شغل كويس جداً مع المنتخب الأولمبي موليد 97 المنتخب اللي فات وقدرنا ان احنا نحصد بطولة افريقيا تحت 23 سنة في مصر وده كان حاجة كويسة ويمكن اخدنا الخمس مباريات بطولة بطولة كسبناهم كلهم ما اخسرناش ولا مباراة قدمت جيل كويس جداً منه حوالي عشرة ولا تسعة بيلعبوا مع المنتخب الأول دلوقتي اذا انت نجحت على كل المستويات على المستوى الرقمي وعلى المستوى اللي هو اللي انت بتقدم جيل جديد للكورة المصرية والمتخب الأول بالضبط لما رحنا للأولمبياد طبيعي جداً ان في مستويات وانت كنت لعب كبير يا كابتن اسلام ولعب دولي وعارف ان مهما كنت فيه تقدم ومهما كنت فيه اصدهار وكرتك البصرية جميلة هتيجي عن بسافة معينة هتلاقي البرازيل قدامك يعني فيه حاجات كده يعني مسلمات يعني فيه حاجات يعني ايه ماشي هنعمل مطش حلو طيب ماشي ممكن نكون ما عملناش مطش حلو انما على مستوى التاكتك لا عملنا اللي بيفهم تاكتك واللي بيفهم في الكرة كويس اقول لك يعني ما كانش فيه احسن ممكن نتعمل حاجة احسن من اتعاملت انما في الاخر انت قدمت حاجة كويسة للكرة المصرية وموجودة في التاريخ خلاص يعني ان احنا اخدنا بطولة افريقيا وان احنا تأهلنا للمبياد دي دي حاجة موجودة هتبضل دايما موجودة بعد كده جات اللاجنة السلسية حطت الكابتن شاوئي والجهاز مرة اخرى مما اثار بعض اللغط في ذلك الوقت ولكن كابتن شاوئي عمل نجاحات جيدة في الفترة اللي ما قبله يعني ما بيمسك المنتخب الوليمبي عمل معه نجاحات جيدة وبالتالي زي ما انت بتقول طلع جيل بيلعب دلوقتي وانت بحتاج ايه زي قطاع الناشئين او انت بحتاج ايه من قطاع الناشئين في اينادي نقو يطلع خمس ساعة تمانية عشرة طبعا وده بيبقى نجاح لرئيس القطاع ونجاح للمنظومة بص هو يعني القصة بتاعة اعادة تعيين الجهاز دي الكابتن احمد مجاهد طبعا او المهندس احمد مجاهد كان رئيس اللاجنة السلسية هو اللي اتخذ القرار باعادة تشكيل الجهاز مرة اخرى او اعادة تعيينه واحنا ما كانش عندنا مشكلة واحنا ما كانش الموضوع في دماغنا دفاجئة كده اه يعني احنا مش مخططين له ولا اي حاجة وانما احنا في الاخر انت منتخبات مصر او اي حاجة تحت شعار والوجو الاتحاد المصر لكرة القدم انت ما ينفعش انت تقول لا انت هيتقالك انت كلفت بهذه المهمة هتتكلف بهذه المهمة وهتبقى مبسوط وهتعملها على اتم واجه بيتقدم لك الشكر او بيتوجه لك الشكر انت بتبقاش موجود برضو ما فيش اي مشكلة ده في الاخر مصر ونخدمها من مش لازم تبقى في منصب عشان تخدم المنظومة الرياضية المصرية فما فيش مشكلة خالص لما حتى تم توجيه الشكر لنا احترمنا الناس واحترمنا القرار وما فيش اي مشكلة خالص بالنسبة ان احنا في الاول في الاخر انت مدرب محترف ده ده على المستوى العادي انما كمان لما يخش بقى تحت منظومة او تحت مستوى ان دي مصر وده تحدي بلدك وبيقولك تبقى موجود النهاردة هتبقى مش موجود بكرة ما فيش اي مشكلة فيها ده طبيعي اه طبعا طبعا اه طبعا 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 طبع